كيف حالكم أصدقاء سعد الله كل أوقاتكم اليوم رح نحكي عن تحليل الدهب تحليل النفط تحليل أشهر عملات الفوريكس وشو توقعاتنا وشو أهم الفرص القادمة كل هذا رح نحصل عليه بالفيديو زي أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يصلك الجديد قناتنا مهتمة بمجال الفوريكس وأيضا مجال الكريبتو مجال التداول بشكل عام صفقتنا على مجموعة التوصيات الخاصة بالفوريكس كان عنا تمركز جدا جيد بالنفط من 75.70 سنت يوم 15 بالشهر هاي إحدى الصفقاتي اللي حققتنا عائد سريع أيضا اليوم كان عنا صفقة سكالبينغ على الدهب من مناطق الـ 22 الحمد لله وصل الربح فيها أكتر من 90 نقطة على الرغم من العطلة داخل أمريكا اليوم هاي صفقتنا على النفط يلي نزلناه يوم 15 بالشهر خليني ركز على الشاشة هاي 15 بالشهر صفقتنا على النفط والحمد لله كان فيه أرباح جيدة جدا أيضا هاي صفقتنا على الدهب اليوم والحمد لله حققت أرباح جدا جيدة أكتر من 90 نقطة إذا حالي بتحصل على توصيات بشكل مجاني بس تنضم عن طريق رابط إحالتنا من منصة أكسنس وتفعل حسابك بعدها تعمل إيداع وتتواصل معي حتى يتم إضافتك تعطيني هذا رقم حسابك حتى أتأكد أنك سجلت من طريق الرابط الخاص فينا ورح يتم إضافتك بشكل مجاني تماما منصة أكسنس سحب والإيداع جدا سهل فيها أيضا تنفيذ الأوامر تقدر تدول عليها من الواجهة تخصص لك إيها أو من الامتي فور أو الامتي فايف الدهب أصدقاء بدأ الأسبوع تداولاته بإيجابية وصعدنا لمستويات الـ 2022 لكن الإيجابية هي أشوفها محدودة وأشوف حركة الدهب تميل للسلبية مشان هيك أفضل مناطق للبيع هي عند مناطق الـ 2026 للـ 2030 رح نوضع الـ Stop Lose أعلى مناطق الـ 2038 إغلاق شمعة ساعة في حال استطاع الدهب إغلاق شمعة ساعة أعلى مناطق الـ 2038 إذن الرؤية رح تتغير على فريم الساعة أعلى هذه المنطقة في حال الدهب أقفل لشمعة ساعة رح تتغير الرؤية أكتر ممكن تختار الدخول بمنطقة الـ 2026 لـ 2030 لكن مهم جدا صديقي تحسب عند الـ Stop Lose عند الـ 2038 كم رح تكون نسبة خسارتك أفضل أنا دائما ما أتخاطر بأكتر من 1% من رأس مالك يعني رأس مالك 1000 دولار رأس مالك 2000 دولار لازم تحسب الـ 1% كم وتدخل بعقد مناسب لرأس مالك دخول مرحلة أولى دخول مرحلة ثانية الـ Stop Lose للجميع العقود هي 2038 وممكن نعمل تحديث إن شاء الله على قناة التليجرام خلينا نشوف أهم البيانات الاقتصادية لهالأسبوع بعدها منكمل بالتحليم البيانات الاقتصادية القادمة من السوق الأمريكي لهالأسبوع طبعا يوم الأسنين عطلة بسبب يوم الرؤساء أيضا يو إعادنا يوم الأربعاء محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة مطالبات البطالة عننا أيها يوم الخميس الخدمات ومؤشرين مديرين المشتريات عننا أيضا يوم الخميس أيضا مؤشر مديرين gent Vergleichات متوقعي أيضا يوم الخميس مبيعات المنازل القائمة أيضا يوم الخميس إذن اسبوع يعتبر متوسط بالشدة لازم نركز على البيانات الاقتصادية اللي رح تصدر رح نقلها على قناة التليجرام بالنسبة لليورو امامنا مقاومة تتمثل بمناطق الـ 8.10 1.1 دولار و 8.10 ايضا تتوافق مع هالتريند هذا ما زالت بنية السوق هبوطية ما زالنا عم نشكل قمام اقل من قمام لاحظ بشكل واضح جدا بتغلبنا على منطقة الـ 8.10 بهالمنطقة هاي من كل احنا كسرنا التريند الهابط وايضا كسرنا منطقة مهمة اما اليورو بيكسرنا هالمنطقة هاي بعيد اختبارها او ممكن نرجع لمناطق الشرائي اللي حددناها سابقا مناطق الـ 1.17.14 للـ 1.67.74 ركز عليها صديقي ممكن يحدث عندها انعكاس في حال زار السعر ان شاء الله ايضا اليين ما زال مستمر باداء الضعيف امام الدولار ما زال منطقة الـ 150 ما زال مستقرة عليها وهذا دليل على مزيد من الصعود ازواج اليين بشكل عام عم بتشهد مزيد من الضعف ممكن نختار الصبر لوصول لمناطق الـ 152 ورح نشوف كيف ردد فعله من هالمنطقة هاي هل رح يكسرها باوة هل رح يصحح اعلاها وممكن نبحث على صفقات بيع في حال كسر اعلى هالمنطقة هاي سحب سيولة وعاد سريعا تحت مناطق الـ 151 ممكن نبحث عن انعكاس بهالمنطقة هاي غير هيك اصدقائنا فضل انتظار انتظار حتى نكسر القمة وحتى نشوف كيف رح يتفعل السعر معه او ناغلق اسف المناطق الـ 149.5 وممكن نبيع وستو بلوز نام 150.5 رح يكون الباوند اصدقاء امنوا زي ما نشوف صار في عنها اختراق كاذب لها المنطقة اغلاق كاذب بعدها عاد للهبوط طبعا اي شخص بده يبيع حاليا الباوند لازم يحذر من الاغلاق على مناطق الـ 1.26 سنت ونص اذا بتبحث عن صفقات شيراء من الافضل انتظار الباوند للهبوط لمناطق الشيراء يلي محددينها 1.25 لـ 1.24 النفط اصدقاء كان عنا تمركز جدا رائع من مناطق الـ 75 دولار وكان عنا اخر هدف هو مناطق الـ 78 حاليا النفط اصدقاء في حال كسرنا هاي القمة يسحب سيولة من اعلى هاي القمة تعتبر هاي منطقة بيعية ركز هاي المنطقة هاي في حال سحبنا سيولة وعاد سريعا اسفل هاي القمة ممكن يكون عنا صفقة بيع في هالمنطقة ستوبلوز راح يكون 79.26 سنت او 29.30 سنت في هالمنطقة هاي اذا لحنا بحاجة لهالحركة هاي اصدقاء لحنا بحاجة لكسر القمة والعودة حتى تصير عنا صفقة بيع او بكسر مناطق الـ 78 ممكن نبيع في هالمنطقة هاي والستوبلوز راح يكون القمة يلي عملناها راح نشوف اي السيناريوهات اقرب بالنسبة للنفط لكن بشكل عام النفط في حال ما تجاوز مناطق 79 اشوفه انا للهبوط وفي فرصة هبوط جيدة ان شاء الله لاستهداف مناطق 75 مبدئيا هيك وصل نهاية الفيديو اتمنى ان العجابكن الى لقاء فيديو جديد ان شاء الله